تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ما يقرب من 116 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 225 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 54 طن السلع غذائية مختلفة كما تم ضبط أكثر من 32 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية غير الغذائية أيضا أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 64 طن السلع غذائية وغير غذائية كما تم ضبط 35 طن أسمنت وحديد في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وكذلك ضبط 40 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء